اقرار اوكراني ان مدينة بخموت تلقت الضربة الرئيسية في الحرب الدائرة مع موسكو لكن كييف بذات الوقت تؤكد ان القوات الروسية تخسر جنودها وعتادها في معارك الشوارع المسؤولون الاوكرانيون يصرون على ان قواتهم ما زالت صامدة امام الهجمات العنيفة وانها تمنع القوات الروسية من التقدم في بخموت مسؤول عينته موسكو على منطقة دونتسك قال ان القوات الروسية سيطرت على كامل المدينة بينما رئيس مجموعة فاجن الروسية اكد ان قواته استولت على اكثر من 80% منها بعد اشهر من القتال العنيف كييف اعادت مطالباتها بالمزيد من الاسلحة الغربية الاعلى كفاءة للانتصار على روسيا واستسعي كبار المسؤولين الاوكرانيين لاقناع حلفائهم بفتح مخازنهم لكن تقريرا اعتمد على تسريبات من السيا اي اي لصحيفة واشنطن بوست كشف عن شكوك امريكية بشأن قدرة القوات الاوكرانية على تحقيق مكاسب في حال شنها هجوما مضادا على القوات الروسية والتسريبات تتحدث عن ان الكفة قد تميل لصالح روسيا في ظل التراجع الاوكراني على مستوى التدريبات والامدادات بالذخيرة فالولايات المتحدة افقى التسريبات الاستخباراتية لديها شكوك جدية في مدى قدرة اوكرانيا على تحقيق مكاسب اذا ما شنت هجوما مضادا على القوات الروسية وكذلك قدرة كييف على التصدي للضربات الروسية اشتركوا في القناة